عملية إنزال عسكرية خاطفة لقوات يرجح أنها أمريكية جاءت بعد قصف جوي مكثف في منطقة يكلا الواقعة بين محافظتي البيضاء ومأرب أسفرت عن مقتل عدد من أفراد تنظيم القاعدة القيادي في القاعدة عبد الرؤوف الذهب وشقيقه سلطان الذهب وسيف النمس الجوفي أبرز من لقوا مصرعهم في العملية التي تشير المعلومات إلى أنها استهدفت معسكرا لتنظيم القاعدة في محافظة البيضاء للمرة الثانية خلال ثلاثة أعوام والأولى منذ الإنقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي والمخلوع نفذت الولايات المتحدة الأمريكية عملية إنزال عسكري محدود هذه المرة في محافظة البيضاء بينما كانت العملية السابقة مطلع العام 2014 وبحسب شهود عيان فقد حدثت مواجهات عنيفة خلال تلك العملية التي رافقها تحليق مكثف لمروحيات سمعت في سماء المحافظة منذ ساعات فجر الأولى تبعها عملية إنزال نفذتها طائرات الأباتش لقوات مدربة اقتحمت المنزل الذي كان يقطنه الزعيم القبلي الذهب وشقيقه وبعض من عناصر التنظيم ساعات عصيبة عاشها سكان منطقة يكل الجبلية الواقعة في مديرية ولد ربيع في محافظة البيضاء جراء الاشتباكات العنيفة بين عناصر التنظيم والقوات المهاجمة انتهت بمقتل عدد من عناصر التنظيم وسط أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين كانوا في منطقة المواجهات وحتى اللحظة لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة اليمنية ولم يجري الكشف عن تفاصيل العملية من الجانب الأمريكي أيضا اشتركوا في القناة